السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام اسعد الله وقاتلكم بكل خير تاهم وديل 2009 تعاني هذه السيارة من ارتجاج عند التسارع وايضا عند الضغط على دواسة البريك وضع المحرك جيد لا توجد فيه مشكلة والسيارة متوقفة اي يمكن رفع عدد دورات المحرك بدون اي ارتجاج لكن اذا تحركت السيارة او ابطأت يحصل الارتجاج ولحل هكذا مشكلة لابد من التأكد من الازاء الميكانيكية للسيارة سوى نظام توجيه الحركة او الازاء الخاصة بالتثبيت فاذا كان كل شيء تمام نستخدم جهاز كشف الاعطال لفحص الكنترولات واول وحدة الكترونية تتهم بهكذا خلل هو نظام التحكم الالكتروني بالفرملة او ما يسمى بالالكترونيك بريك كنترول ماجول نقوم بقراءة الاكواد في جهاز الفحص نجد ثلاثة اكواد الاول device when voltage high وايضا نفس الكود لكن voltage low اي مشكلة في بولتية النظام الخاص بالبريك اما الكود الثالث فهو system disabled information stored involved serial data received وهو خلل يبين عدم دقة بيانات النظام المستلمة طبعا النظام الخاص بالالكترونيك بريك الوحدة الالكترونية الخاصة بالبريك وسبب هذه المعلومات الخاطئة هو ارتفاع وانخفاض الفولت المجهز للوحدة الالكترونية باختصار هناك خلل في التجهيز لكن هل هو في الاسلاك يعني نقص سالب او موجب او ان شحن دينامو السيارة غير مضبوط وهل الخلل عام يخص كل كهرباء السيارة او الخلل محصور في نظام البريك الجواب على هذا السؤال ايضا من خلال جهاز الفحص فاذا كانت كل الكنترولات تقول نفس الكلام اذا الخلل عام ويجب التأكد من كهرباء السيارة ايضا بشكل عام اما اذا كان الكنترول الخاص بالبريك الوحدة الالكترونية الخاصة بالبريك وحدهما يعاني من هذه المشكلة هنا ايضا يمكن التأكد من ذلك بالذهاب الى البيانات الحية او اللايف داتا لمعرفة الفرق في الفولت كيف يعني يسأل الاخوة كيف يمكن معرفة الفرق في الفولت هذا احد انواع الاسلحة البيضاء المطعمة بالاسود طيب اخوان كيف يمكننا ان نعرف فرق الفولت المسجل في الوحدة الالكترونية التي نقوم بفحصها وبين الفولت الحقيقي الموجود في السيارة الذي يقرأه كنترول محرك السيارة لاحبوا اخوان الكنترول اي الالكترونيك بريك يقرأ الفولت احد عشر فاصلة تسعة وتسعون بينما الفولت الفعلي هنا في الجهاز موضح اثنى عشر فولت فاصلة ستة واربعون تقريبا يعني هنا مربط الفرس وهذا السبب الذي يجعل الكنترول يسجل اخطاء الفولت طبعا هنا اختصرتها لكم اخوان انا راقبت الفولت كثيرا عندما اقوم بتشغيل الاضوية عندما اقوم بتشغيل مكيف السيارة عند الحميل بدون حميل دائما الفولت المسجل في الوحدة الالكترونية الخاصة بالبريك اقل من الفولت المسجل الفعلي المسجل في جهاز الفحص لان اخوان اغلب الكنترولات تراقب الفولت الفولت الكهرباء الخاص بها طبعا ودائما القصر الكهرباء يسجل اخطاء وهذه الاخطاء تؤثر على عمل الصمامات الخاصة بكبح كل اطار على احده كما تعرفون انتم آلية عمل وحدة الكنترول الخاصة بالبريك والتي فيها ايضا الاي بي اس تتحكم هذه الوحدة ميكانيكيا بصمامات تسمح بكبح كل اطار على احده وان انخفاض الفولت عن المحد المقرر يسبب ضعف ورجوع الصمام او بالاخرى عدم استجابته لضغط دواسة البريك طبعا اخوان لا اقصد الصمام بحد ذاتك كما قلت لكم انه لكل انبوب صمام اربع اطارات اربع صمامات لكن التحكم صحيح هي ميكانيكية الصمامات لكن التحكم بها كهربائي واليكتروني في آن واحد بالتالي عدم استجابة الاستجابة لضغط دواسة البريك بشكل سريع يحصل ارتجاج لعدم توزيع ضغط الزيت بشكل يتوافق مع معطيات الوحدة الاليكترونية لان الكنترول عبارة عن وحدة متكاملة تشمل ايضا اخوان الاي بي اس اذ ان اخذ القرار بالحفاظ على الثبات لا يتوافق مع المخرجات التي تتطلب ثبات الفولت لتتمكن الصمامات من الاستجابة بشكل سريع لتنفيذ الامر بالتالي تجد ان الوحدة الاليكترونية تحاول معالجة الخلل لان باقي كنترولات الثبات ترسل بيانات عبر الكامباس تكون اغلبها خاطئة ولكي يتجاوز كنترول البريك هذه المشكلة يتخذ ايضا اجراءات لحظية خاطئة ويحصل الارتجاج هنا طبعا اصبحت متاهب الكلام والحديث لكن اخواني اشهد الله هذا الكلام ليس تنظيري لكنه عن تجربة اساسها فهم عمل الكنترولات لانه اخوان تعلمون انه الكنترولات تتواصل فيما بينها واي خلل في كنترول يسبب ايضا خلل في الكنترولات الباقية طيب ما هو الاجراء المناسب حسب الخبرة في سيارات تاهو من موديل 2007 صعودا دائما تسبب الوصلات وبراغي تثبيت السالب القصر الكهربائي لذلك ابدأ بتفقد كل نقطة تجهز السيارة بالكهرباء بدعا من البطارية القط بين السالب والموجب يجب ان تكون مثبتة بشكل جيد ونظيفة ولا يوجد فيها عزل تتبع الاسلاك الفيزات الكبيرة الفيزات الكبيرة التي تعتبر نقاط عبور مهمة واي صدع او توصيل ردي يسبب نقص كهرباء الكنترولات اذا تفقت كل شيء ولم تجد اي خلل هنا نذهب للكنترول الذي فيه الخلل نستدل على مكان الكنترول انت كفني اذا لم تعرف مكانه استعن ببرامج الصيانة مثل الالداتل هنا نجد ان الكنترول يتموضع في هذا المكان للأسف اغلب سيارات جي ام تضع الكنترولات في اسفل السيارة وتكون معرضة لظروف تعجل في تلف الاسلاك وخراب الكنترولات نذهب لمكان الكنترول هذا هو بجانبه كنترول الفيول بومب هذا كنترول خاص بمضخة الوقود الحماية جدا بسيطة عرضة لكل شيء من مياه اتربة وغيرها لكن اخوان جي ام بقت مستبدة ولم تأخذ برأي الفنين ولحد موديل 2023 تجد بعض الكنترولات اسفل السيارة على الرغم من ضخامة هذه السيارة ووجود اماكن بديلة لكنهم ملتزمين بوضع الكنترولات اسفل السيارة للعلم اخوان دائما شركات تصنيع السيارات تأخذ برأي الزبائن والفنيين والمستهلكين والمستوردين كما هو الحال في سيارات كيا وهيونداي اذا لاحظتم اخوان سابقا كانت السيارة تأتي بمضخة وقود داخل الخزان بالبداية طبعا كانت خارج الخزان الوقود بعدها اصبحت داخل الخزان وتحتاج الى ان تقوم بتنزيل الخزان او فصح عن السيارة واخراج مضخة الوقود لكن كيا وهيونداي اخذت اراء الناس و اراء الفنيين و اراء المستوردين ووضعوا الفيول بوم تفتح صندوق السيارة وتقوم باخراجه بعدها ايضا اشتكت الناس وقالوا صعوبة على الفنية ايضا اخذوا الكلام ووضعوا الفيول فتح الفيول بوم داخل السيارة وضع مناسب وجيد للفنية وكذلك لصاحب السيارة ان حصلت مشكلة لكن اغلب السيارات السيارات الامريكية لا زالت تستخدم نفس النمط ولا تأخذ برأي الزبائن ولهم رأيهم الخاص ربما اخوان هذا كلامي انا ورأيي ربما تكون هناك اراء اخرى على العموم نتفقد الاسلاك غالبا اجد خلل في هذه المنطقة في اغلب سيارات جي ام نقوم بتعلية الظفيرة لاحظوا الرطوب والرمال والاسلاك معرضة للصدمات المباشرة رغم طبعا ارتفاع السيارة وقد يزعى البعض ملاك هذه السيارات ويقولون انها سيارات جيدة ولا تعاني من مشاكل مثل هذه المشكلة طبعا جوابي لهم ان النسبة ربما تكون ملحوظة بالنسبة لعدد هكذا سيارات موجودة بكثرة في الخليج والعراق اذ هذا لا يعني ان سيارتك ضمن قائمة السيارات التي تتعرض لهكذا مشاكل ربما طريقة ومكان استخدامك لها يكون في مناطق لا توجد بها عوامل تسبب مشاكل للكنترولات اسفل السيارة لاحظوا اخوان سلك بالكاد يكون موصل للكهرباء وعنده سحبه ينقطع ها هو طيب كيف حصل ذلك بدون تضرر غلاف الظفيرة يعني الظفيرة جيدة فتحناها توجد فيها اطيان واتربة لكن كيف اهترى السلف وانقطع الجواب ببساطة انه قد يكون صدمة سببها جسم استدم بالظفيرة ادى او ادت لتضرر السلك بدون خراب الغلاف الخارجي وهذا هو السيناريو الاقرب لان السلك يعني واضح انه ليس ببعيد القطع ليس ببعيد على العموم ايضا صاحب السيارة ذكر لي انه استدم ببعض الصخور وبعدها بفترة حصلت هذه المشاكل التوصيل الردي سبب قصر تجهيز الكهرباء الكنترول ساقوم بلحام السلك وترتيب وضع ظفيرة الاسلاك بعد ان عملت كل شيء مسحت الاكوات والان نحتاج لعمل تيست درايف لنرى هل ترتج السيارة هيا وسجد الكنترول لنفس الاكوات ها اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تسريب بسيط في الانابيب ايضا عالجته لغرض اطفاء لمبة الاعطار يعرف اغلب الاخوة الذين يتابعوني منذ سنوات اني اقدم المعلومة لغرض كسب اجر ثواب نشرها ولا يهمني الاعجاب بالمحتوى او الاشتراك بالقناة القصد من هذا الكلام هو انما اقدمه واتوخى فيه الدقة كونه يعتمد على خبرتي في تصديح هكذا اعطار والتمسكهم عذرا ان غفلت عن بعض الجوانب اما عن مكان ورشتي كثير يسألني اين مكان ورشتك لماذا لا تعطي مكان ورشتك اخوان انا اأسف جدا واعتذر عن استقبال اي طلب صيانة او اصلاح لان وقتي لا يكفي وساعات نومي لا تتجاوز ستة ساعات طبعا بين دوام حكومي وورشة عمل وعائلة وورشة عمل فيها الخير الكثير لذلك اتمنى ان لا يزعل الاخوة الذين يسألون عن مكان عملي وكل من يذكرني بكلام جارح فملتقانا يوم النبأ العظيم عند مليك مقتدر كان هذا كل شيء في الفيديو ارحب باسألتكم واستفساراتكم في التعليقات وسارد عليها ان شاء الله اولا باول اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يحشرنا ووالدينا جنته في الاخرة لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة